موضوع منبج والتضامن مع منبج والذي كان الانتفاضة الشعبية الكبرى التي كانت لأهالي مدينة منبج في شمال شرق سوريا أو في محافظة حلب في شمال سوريا في الجهة الشرقية من محافظة حلب في شمال سوريا طبعاً كان لها أثر كبير وكان لها وقع وصدى كبير لدى المواطنين السوريين وهي مؤشر دائماً ومؤشر إضافي ومؤشر مستمر على أن الشعب السوري لا يمكن أن يقبل بالذل والخنوع وبالانصياع لما تريده القوى المحتلة وعملاؤها في كثير من المناطق السورية نعرف خلال الأسابيع الماضية كيف انتفض أهالي منبج ضد ميليشيا قسد التي تحكم تلك المدينة بدعم وبتبعية مطلقة لقوات الاحتلال الأمريكي وكيف كان هناك تصدي بطولي من أبناء مدينة منبج وبالتالي كان هناك ضحايا من شهداء ومن جرحى برصاص هذه الميليشيا وكان هناك ردة فعل عنيفة وكبرى من أبناء العشائر في تلك المنطقة وغيرها من منطقة منبج وغيرها من المناطق التي تضامنت معها وأصدرت بيانات تأييد وبيانات تأكيد على أن الشعب السوري بكل مكوناته لا يمكن أن يقبلوا أي انتفاضة شعبية في أي منطقة بالتأكيد هي ستكون مصدر دعم ومصدر سنة شعبي لأبناء المحافظات السورية كافة اليوم كان هناك شيء جديد أيضا في منطقة القامشلي أيضا في تصدي أيضا تصدي من الأهالي لجنود الاحتلال الأمريكي تصدي مباشرة نقلته الكاميرات الكاميرات الإعلامية التي نقلت تلك الصور وغيرها من الصور المتكررة كيف يتحدى الأهالي وكنا نقول دائما أن انتفاضة شعبية أو مقاومة شعبية هي بالتأكيد التي ستردع هذه القوى المحتلة والقوى العميلة التابعة لها قبل أيام أيضا خلال الأسبوع الأخير أيضا كان هناك بيانات من كثير من المناطق كان هناك اجتماع قبل يومين أو ثلاثة في منطقة نجهة بريف دمشق الجنوبي لعشائر من ريف دمشق وامتداداتها أيضا للقنيطرة لدرعة لحمص للمنطقة الوسطى لكثير من المناطق اجتمعوا في منطقة نجهة في بلدة نجهة وأصدروا بيانا وكان هناك تأكيد على التصدي والتحدي وأن هذه القوى دائما هي جاهزة حتى تضع نفسها تحت تصرف الدولة السورية بمعنى أنه إن كان هناك تحرك شعبي ولكنه تحرك مدروس هذه القوى جاهزة حتى تكون رديف للجيش العربي السوري في كثير من المناطق نتابع ما جاء في بيان العشائر في منطقة نجهة بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بيان صادر عن شيوخ العشائر ووجهاء العشائر العربية في سوريا والمنطقة الجنوبية إن شيوخ العشائر العربية والوجهاء المجتمعون اليوم السبت الموافق 12-6-2021 يستنكرون ويدينون بشدة التواجد والعدوان الأجنبي على الأراضي السورية وعلى كرامة سوريا أرضا وشعبا في المنطقة الشمالية والشرقية من الأتراك والأمريكيين ومن والاهم ومن حالفهم ومن لف لفهم وكذلك المخابرات الصهيونية الإسرائيلية التي تتواجد في شمال وشرق سوريا للنيل من العروبة السورية لقد بلغ السيل الزبا إننا من هذا المكان نعلن موقفنا الصادر ضد هذا العدوان والتجاوزات من العدوان الأمريكي التركي إن العشائر تعلن الوقوف نعلن وقوفنا مع العشائر أهلنا في شمال وشرق سوريا صفا واحدا إلى جانب القيادة السياسية في سوريا الحبيبة كي تكون الظهير الأقوى لها بكل ما تملك من قوة وترهب بها أعداء سوريا إذ أنه لا يمكن السكوت عنها لأن أهلنا في هذه المناطق يعانون من التصرفات الإنسانية اللا إنسانية واللا إخلاقية من قبل المحتل وقوات مما يسمون بقصد الخوانة أبناء العشائر في منبج نحن العشائر في المنطقة الجنوبية وفي سوريا نساند ونقف مع أهلنا العشائر في شمال وشرق سوريا جنبا إلى جنب ونقول لهم ونشد على أيديهم نحن معكم وإن شاء الله في القريب العاجل سنكون معكم وبينكم نقاتل ضد هذا المحتل الغازي الذي عبث في الأرض فسادا نقف جميعا إلى جنب أخوتنا الذين طبعا الشعب السوري شعب واحد والأرض السورية أرض مقدسة وتستحق التضحية والفداء عن كل ذر وشبر تراب فيها لذلك اليوم جئنا نجتمع في هذا المكان من عشائر المناطق الجنوبية جميعا لنقف السورية وريف دمشق لنقف طبعا الريف المناطق الجنوبية والمحافظات الجنوبية تشمل من حمص حتى السويداء حتى درعا وكل هذه المحافظات اليوم الذين تشترونهم والمجتمعين نحن في هذا المكان من كل هذه المحافظات نقف إلى جانب أخوتنا الذين يعانون ونقول لهم نحن معكم وسنكون بجانبكم بكل ما نملك من إرادة نحن سنكون أبدا المقاومين والمحافظين على عروبتنا ولن يكون هناك أبدا اتفاق مع إسرائيل لأن إسرائيل هي أبشع أنواع الاستعمار الاستيطاني بإسمي وبإسم مؤسسة مجلس الشيوخ العشائر العربية نجتمع اليوم من أجل أن نقول كلمة حق اللي هي بتكون بإسم سوريا نحن اليوم مستهدفين وصرنا سنوات عديدة عم ننازف وعم نشتغل من أجل أنه نرجع الشيء اللي نحن وضعنا يدنا عليه من خلال جيشنا وشعبنا وإخواننا الأعزاء وأي إنسان معتدي على بلادنا على وطننا نحن نقطع عيده بجود الله بإذن الله تعالى اللفتة الكريمة لاتحادنا وقوتنا وعزمنا وإصرارنا على طرد العدو وكل تحرير كل الشبر من أرض سوريا العزيزة غالي علينا نحن اليوم بإسمكم بإسم هذه العشائر الكريمة والقبائل نؤكد بأنه لن نقبل بإنشاء كيانات كان في الجنوب أو في الشمال مبنية على أكذيب وأخاريف وتخاريف تاريخية أنا فرحان السبتي من أبناء عشائر محافظة السوداء جبل العرب على شم جبل سلطان باشر الأطرش زعيمة ثورة الكبرى نشكر الشيخ بشحاذة عمر العويد شيخ العويشاء على المبادرة الطيبة في لم الشيوخ ووجهاء العشائر اللي دعوتهم لوغوبنا مع أخواننا بالجزيرة وبكل المناطق التي هي تحت الاحتلال وإحنا خلف الغايد بشار حافظ الأسد